موسيقى 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 ابنانا وبناتنا طلاب الصف الثاني الثانوي شعبة العلمي ده كثرة ومهندسين المستقبل اهلا وسهلا بيكم في درس جديد من دروس مادة الاحياء درسنا النهاردة بنتكلم فيه عن النوع التاني من التغذية وهي التغذية الغير ذاتية طالما هنتكلم عن تغذية غير ذاتية يبقى لازم نتكلم عن عناصر الدرس بتاعنا النهاردة وهو الجهاز الهضمي في الانسان يبقى لازم نتعرف على مفهوم الهضم واهميته نتعرف كمان على الانزيمات اللي جوه الجهاز الهضمي وازاي بتشتغل وتركيبه في الانسان كارقة الحيوانات جميعها بالاضافة الى مراحل الهضم في كل جزء منه وعملية الامتصاص والتمثيل الغذائي والتخلص بما فضلاب الدرسنا طويل لكن كل جزء فيه مهمه ولازم ندرسه بالتفصيل الاول نعرف التغذية الزاتية دي كانت عملية بيحصل فيها الكائن الحي على غذائه في صورة مواد ايه هي بقى صفات المواد الغذائية اللي الانسان او الكائن غير ذاتي بيحصل عليه اولا بتكون مواده عضوية جهزة لازم تشترط على وجود عنصر الكربون بالاضافة الى وجود عنصر الهايدروجين كمان لازم تكون مواد جزيئتها كبيرة الحجم واحنا خلاص اتفقنا ان الجزئ الكبير الحجم اسمه بوليمرات الجزئ كبير الحجم ده لا يستطيع المرور من اغشية الخلايا وبالتالي فهي جزئات غير قابلة للتحلل المائي طب ايه الاستفادة لسه هنشوف دلوقتي لذلك الجسم لا يستطيع الاستفادة منها فلابد الاستفادة منها من حدوث عملية الهضم طيب عملية الهضم دي المطلوب منها ان انا احول احول جزيئات الطعام الكبيرة اللي بيطلق عليها لفظ بوليمرات الى جزيئات طعام صغيرة اسمها مونيمرات كده خلاص الهضم لا المونيمرات دي لا بد ان تكون قابلة للتحلل المائي لا تتم هذه العملية الا بمساعدة الانزيمات في عملية الهضم نشوف بقى الاهمية بتاعتها انه هو لازم اكسر فيه الجزيئات الكبيرة الجزيئات اصغر لها مستر بحس يسهل امتصاصها فتستطيع العبور الى داخل الخلايا طب تمرر الخلايا تلقائيا اه يبقى خاصية اسمها الانتشار طب يلزمها طاقة يبقى بخاصية اسمها النقل النشط فنحصل على الطاقة منها لو نحصل على بناء للانسجة منها او نحصل على نمو الكائن منها فمثلا من المواد الكبيرة عندنا مواد البروتينات طب دي اسمها بوليمرات علشان اقول ان البروتينات حصلها هضم يبقى لازم احولها من صورة بوليمر كبير الى صورة اصغر اسمها حمد امين كده يبقى انا حولته الى مادة قابلة للتحل مثال مادة غزائية تانية ولتكن النشويات موجودة بقى في الرز وفي المقارونة وفي الدقيق النشويات دي بوليمر برضو كبير نحصل على الصورة الاقل منها وهي المونيمر القابل للتحلل يطلق عليه اسم السكريات الاحدية وباقصارهم انتشارا هو الجولوكوس مادة كمان الدهون مهمة جدا الدهون دي برضو بوليمر كبير نحصل على تكسيره لاجزاء اصغر فنحوله الى احمد دهنية بالاضافة الى الجليسري الكلام ده بيتم بمساعدة الانزيم طب مين الانزيم يا مستر الانزيم في الاساس مادة بروتينية طيب ومعنى كلمة مادة بروتينية يعني هي مركبات الكون من احمد امينية فقط مفيش حاجة عندي اسمها انزيم عبارة عن نشويات مفيش حاجة عندي اسمها انزيم عبارة عن دهون هذه المواد البروتينية ضرها في التفاعلات كخصائص العوامل المساعدة يعني تقدر تزيد من سرعة التفاعل تقدر تأثر على التفاعل وتقلل طقته عن طريق التنشيط المتخصص ومعنى كلمة تنشيط متخصص ان كل مادة غزائية بتخش جسمنا لها مجموعة الانزيمات الخاصة بيها طيب نتفرج على الانزيم ده علشان يشتغل طريقته تبقى عاملة ازاي رقم واحد كل انزيم لابد زي ما قلنا ان يكون له مادة واحدة للتفاعل ده اللي اسمه تنشيط متخصص يبقى المواد البروتينية لها مجموعة انزيمات خاصة بيها يبقى المواد الدهنية لها مجموعة انزيمات خاصة بيها يبقى المواد القربوهايدراتية والسكرية والنشوية لها انزيمات خاصة بيها ولذلك بنطلق ان الانزيمات عالية التخصص ودي هنقابلها في مجموعة اسئلة كتير طيب الانزيم طالما هو عالي التخصص يبقى التفاعلات بتاعته تعتمد على تركيب الجزء المتفاعل هو شكله عامل ازاي لما بيخش جسمنا ممكن يكون مثلا عندي لياخد الشكل ده يبقى دي كده مثلا مادة التفاعل يبقى علشان مادة التفاعل دي وهدلها مثلا رمز الاس تقدر بقى تتحرك على داخل الجسم وتختار اي انزيم لا لازم كمان شكل الانزيم يكون يتناسب معه بص بقى الانزيم اللي هتناسب معها هيبقى شكله عامل ازاي هيبقى بالمنظر ده ده يبقى كده شكل الانزيم تقوم المادة دي اللي هيطلق عليها بعد كده اسم المادة الهدف اللي هي اسمها مادة التفاعل المادة دي هي اللي هترتبط بقى او الانزيم هيرتبط بيها ويكون مركب هنشوف شكله عامل ازاي وبعد ما قدرنا نتعرف على إزاي المادة الهدف وإزاي الإنزيم هما الاتنين بيرتبطوا مع بعض في شكل من التفاعل نمسح الجزء ده بقى ونبدأ نتفرج على شكل هذا التفاعل هيتم إزاي معنا التفاعل دوت بعد ما بيتم بترجع تنفصل الجزيئات اللي تكونت بقى عن الإنزيم طب الإنزيم يا مستر هيفضل زي ما هو اللي هيتغير الإنزيم هيفضل زي ما هو معنا كده إن الإنزيمات ما بتتقصرش ما بتتغيرش ولا طبيعتها ولا شكلها كل دور الإنزيمات فقط التنشيط المتخصص كل دور الإنزيمات فقط خصائص العوامل المساعدة يعني كميتها ما بتقلش كميتها ما بزيتش طبيعتها ما بتتغيرش طبيعتها ما بتتبدلش طول ما العوامل اللي بتساعد على عمل الانزيم زي ما هي طول ما الانزيم بيفضل سابت كل دوره بس يزود من سرعة التفاعل عن طريق التنشيط المتخص. لما نبدأ نتفرج على طبيعة التفاعل اللي بتتم بين الانزيم والمادة الهدف هنلاحز هنا ان الانزيم عنده المواقع الفراغية والاشكال الفراغية دي اللي بتسمى مواقع الارتباط. ونلاحز كمان ان مواقع الارتباط دي بكلها نفس الشكل الخاص بالمواد المتفاعلة. فاستطاع الانزيم الارتباط بالمادة الهدف او مادة التفاعل. ثم عمل الانزيم على تكسير هذه الروابط بين الجزيئات الكبيرة. وتكون مركب وسطي المركب دوت بيكون مركب غير سابت. ليه غير سابت. لان الانزيم هيعمل طوال مدة التفاعل على تكسير الروابط اللي موجودة بين المواد المتفاعلة دي. ويقدر يكسرهم ويحولهم من مركبات كبيرة الى مركبات اصغر حجما. ويخرج الانزيم ويظل كما هو زي ما قدامنا بالمنظر دو. ادر الانزيم يقصر مادة التفاعل. ادر الانزيم يخرج زي ما هو. علشان يدور على مادة تانية بنفس الشكل. يرتبط بيه من نفس النوع. وبكده يكون الانزيم ادر يؤدي دوره في انه يسرع من معدل التفاعل من غير ما يتغير ليؤدي وظائف جديدة. الانزيمات لما نيجي نتعرف على خصائصها اللي موجودة في اجسامنا. لازم نعرف انها متخصصة. اه واحنا عرفنا بقى من شوية معنى كلمة متخصص يعني ايه? يعني كل انزيم له مادة واحدة للتفاعل. الانزيمات لها خصائص العوامل الحفازة. هل تقدر الانزيمات يضغر شكلها? لا. فالانزيمات فقط تزيد من معدل التفاعل لوصوله لحالة اتزام ولا تؤثر على نواتج التفاعل. ما لهاش دعوة. هي فقط كل دورها انها تزيد من معدل التفاعل. طب وتزود من معدل التفاعل ازاي? عن طريق ان الانزيمات نخلي بالنا بقى من الجملة دي. تعمل على تقليل طاقة التنشيط الخاصة بالتفاعل. يعني ازا كان تفاعل يحتاج مثلا الى مقدار من الطاقة. فان دور الانزيم يعمل على تقليل هذا المقدار. بحيس يسير التفاعل اسرع. تمام? الانزيمات بعضها ليه تأثير عكسي. يعني ايه مستر تأثير عكسي? يعني لو انا اعتبرت معايا شكل الانزيم بالمنظر ده او اسف دي مادة التفاعل. بالشكل ده كده اهو مادة الهدف اس. ارتبطت بشكل من الانزيمات مسلا معين بالمنظر ده اهو. فوظيفة الانزيم انه يا لما يرتبط معا يقصر الروابط اللي موجودة بين المادة دية. فيبدأ يكون لي جزئين مسلا اصغر اهو بالشكل ده كده ادي جزء وادي جزء تاني اهو مسلا بالمنظر ده كده. بعض الانزيمات بقى زي ما تقدر تقصر المادة الكبيرة وتحولها الجزئات اصغر يقدر هو هو الانزيم ياخد المواد الصغيرة والنواتج الصغيرة ويرجعها تاني المادة كبيرة حسب حاجة الجسم له. لو جسم محتاج للنمو يبقى الانزيم هيحول دايما الجزئات الكبيرة الجزئات اصغر. لو جسم محتاج للطاقة يبقى الانزيم هيكسر المواد الكبيرة وناخد الطاقة اللي فيه الروابط بتاعت. نمسح الجزء ده من التفاعل ونبدأ نشوف خطوة تانية وخاصية كمان من خصائص الانزيم واللي بتساعده على اداء وظيفته بس ما ننساش دايما ان الانزيمات ليها خصائص العوامل الحفازة تزيد من معدل التفاعل عن طريق تقليل طاقة التنشيط الخاصة بهذا التفاعل. الخاصية رقم اربعة نشاط الانزيم نفسه بيعتمد على حكته. رقم واحد على درجة الحرارة ايوا. فلو درجة الحرارة بتاعت الجسم او الخاصة بالتفاعل زادت او قلت عن المعدل اللازم لنشاط الانزيم. في الحالة دي نشاط الانزيم بيتأثر. طيب لغاية لما يتوقف. ايه العمل التاني? درجة القس الهيدروجيني. الباور اوف هيدروجيني. البي اتش. وده كنا احنا بنديله قيمة جماعة من رقم واحد لغاية رقم اربعتاشر. وكنا بنقول دايما ان البي اتش لو كانت اقل من سبعة بيكون الوسط بتاعنا حمضي. ازا بعض الانزيمات تعمل في وسط حمضي. لو البي اتش اكبر من سبعة بيكون الوسط قاعدي. ازا هناك مجموعة اخرى من الانزيمات تعمل في وسط قاعدي. ومعظم الانزيمات تعمل في وسط متعادل. البي اتش بتاعته بتساوي سبعة. يبقى درجة القس الهايدروجيني تتحكم ايضا في درجة نشاط الانزيم. فمثلا ازا كان انزيم يعمل والبي اتش اقل من سبعة. طيب لو مثلا كان في ان عندي انزيم يعمل والبي اتش كان بتساوي اتنين. يبقى هذا الانزيم يعمل في وسط حمضي. طب لو البي اتش بقت تلاتة. مش كده البي اتش اتغيرت? اه ساعتها نشاط الانزيم يتغير. طب لكن لو الوسط كله بقى تغير. يعني انزيم يعمل في بي اتش بتساوي اتنين. واصبح الوسط بي اتش ليه بتساوي سبعة. كده تحول الوسط من حمضي الى وسط متعادل. في الحالة دي يتوقف عمل الانزيم. نمسح ونشوف جزئية كمان. عن نشاط الانزيم والخصائص بتاعة الانزيمات في الجسم. الخاصية الاخيرة ان بعض الانزيمات تفرز في صورة غير نشطة. معنى كده ان الانزيم يبقى موجود. بس لا يؤدي وظيفته. طب ليه? هنعرف كمان شوية. تتحول هزي الصورة الغير نشطة الى صورة نشطة. يبقى كده خد الازن علشان يؤدي وظيفته. زي? مين يا مستر? انزيم اسمه انزيم البيبسين. مين اللي بيفرزه? المعدة. طيب. المعدة بتفرزه في صورة غير نشطة اسمها البيبسينوجين. طب ليه مستر? ما كان بتفرزه في صورة نشطة على طول. لسه هنستنى لما يتحول البيبسينوجين الى بيبسين? ايوة نستنى. طب ليه مستر السبب? علشان لو بيفرز دايما في صورة نشطة هيأثر على جدار المعدة. وبالتالي يتم افرازه اولا في صورة غير نشطة. لغاية لما يوصل الطعام في المعدة. والمعدة تدي له الازنة عن طريق وجود حمض الهايدروكولوريك. اللي هو حمض الـ HCL. فيبدأ يحول البيبسين بقى من صورة غير نشطة اسمها البيبسينوجين الى الصورة النشطة اللي اسمها البيبسين. في وجود حمض الـ HCL لكي يستطيع اداء وظيفة. اولا. لما نتفرج على تركيب الجهاز الهضمي في جسم الانسان. هنلاقي الجهاز الهضمي بيتكون من جزئين اساسيين. هما الجزء الاولاني اللي موضح في الصورة قدامنا ده وهي القناة الهضمية. الجزء التاني هي مجموعة من الغدد الملحقة بالقناة الهضمية لتساعدها في عملية الهضم. اولا القناة الهضمية وملحقات القناة الهضمية. لما نبدأ الجزء الاول القناة الهضمية هي انبوبة طويلة ممتدة من اول فتحة الفم مفوق هنا حتى نهاية فتحة الشرج اللي بيطلق عليها اسف في الجزء الاخير ده اللي بيطلق عليها اسم فتحة الاست دي بتضم على الترتيب كل من الفم البلعوم يبدأ في الجزء بتاعنا هنا ثم المريء ثم المعدة ثم الامعاء الدقيقة ثم الامعاء الغليزة ثم انبوبة المستقيم وفي النهاية فتحة الشرج وملحقات القناة الهضمية زي ما اتفقنا مجموعة من الغدد وطبعا غد يعني لها وظيفة افرازية هتفرز مجموعة من الانزيمات تساعد في عملية الهضم وهي تلت ازواج او تلت انواع من الغدد الغدد اللعبية ودول بيبقى موجودين في الفم غدة الكبد وغدة البنكرياس لما نتفرج على ازاي بتتم عملية الهضم في الجسم بصورة عامة يبقى في الفم بدأ البلع والمضغي الاول وكان اللسان مر الطعام للمريء ثم بالعوم مريء ثم المعدة واستقر فترة في المعدة بدأ يتقطع كده الاجزاء اصغر ويتحرك من المعدة علشان خاطر يوصل ليه الامعاء الدقيقة اللي هي الانبيب الملتفة اللي موجودة عندنا فيها انقباضات هيت زي ما حضراتكم ملاحظين لغاية لما يتم تحويل كل جزيئات الطعام المتاحة ويتبقى جزيئات ما تمش هضمه تتجمع في القولون او في الامعاء الغليزة وتبدأ تتحرك من القولون الصاعد الى القولون المستعرض الى القولون النازل حتى تصل الى الامبوبت المستقيم وتخرج خارج الجسم في الفم لما نبدأ نشوف عملية بقى المضغ بتتم ازاي عن طريق الاسنان قطعة من التفاحة دهية يعمل اللسان على تقليب الطعام بعدما عملت الاسنان على تقطيعه وعملت الاسنان على طحنه لسان يبدأ في تقطيع وتحريك الطعام ومسج طعام بالمخاط في الحالة دي بتفرز الغدد اللعبية وهي ثلاث ازواج من الغدد اهو اللعاب اللي امتزك بالطعام فسهلت عملية بلعه وبدأ يتحرك المادة الغذائية هي تنزل فيه المريء من البلعوم للمريء والجزء ده كده خاص بالجهاز التنفسي هو القصبة الهوائية هنعرفها دلوقتي بالتفصيل وكانت دور بتاعها ايه وهنا كان فيه عضل اسمها لسان المزمار برضه هنتعرف عليه في البداية في الفم لازم نتعرف على مكونات الفم من الصورة اللي قدامنا لحظوا الاسنان واللسان دي الحاجة الواضحة قدامي فلاقي ان الاسنان بتاعتنا بتبدأ تحتوي على تلات اجزاء قواطع ودي بتبقى موجودة في الاول هنا الاجزاء دي كده اهو بالاضافة الى الانياب والدروس هنا كده بتبقى الانياب وورا في الخلف خالص هنا الادروس او الادرس كل جزء من الاسنان لي وظيفة محددة فالقواطع تعمل على تقطيع الطعام طيب والانياب يا مستر تمزيق الطعام والدروس بتطحن الطعام ثم يأتي دور اللسان اللي ليه القدرة على تزوق الطعام بسبب وجود حلامات للتزوق في الاجزاء اللي انا عملت عليها نقطة دي وتقليبه وتحريجه زي ما شفنا في الفيديو اللي فات وخلطه باللعاب ثم يأتي دور الغدد اللعابية ثلاث ازواج من الغدد القنوية يعني غدة قنوية يعني غدة عبارة مجموعة من الخلايا الخلايا دي بتحاط بنسيج واحد كده ويطلع منه قناة فهذه الخلايا تصب بإفرازتها من اللعاب في القناة اللي بتصبها في الفم بعد ما بيتم بلع الطعام بيبدأ يتحرك الطعام داخل أنبوبة طويلة اسمها المريء عن طريق مجموعة من الانقباضات والانبساطات في المريء ما فيش هنا انزيماتها هو لغاية لما يوصل إلى المعدة ويبدأ يدخل المعدة من فتح اسمها فتحة الفؤاد دخل الطعام في المعدة تفرز المعدة مجموعة من العصارات التي تعمل على الهضم الجزئي لهذه المادة زي ما هنعرف أنواح عندما تم إفراز المخاط بواسطة الغدد اللعابية وامتزك بالطعام وتم سهولة بلعه نعرف المخاط ده بقى نفسه فيه ايه المخاط ده فيه انزيم اسمه انزيم الاميلاز او الالتيالين يعمل في وسط قلوي ضعيف اه يعني هنا في بي اتش خاصة بهذا الانزيم البي اتش دي بتساوي سبعة واربعة من عشرة معنى كده مستر لو البي اتش اصبح وسط حمدي ها على طول بقى زي ما احنا قلنا كده هو يتوقف عمل انزيم الاميلاز اول ما الوسط يبقى حمد طيب تمام انزيم الاميلاز ده له القدرة على تحليل النشا السكريات العديدة الى سكر سنائي اسمه سكر الملتوز اللي هو سكر الشعير يبقى النشا مع المية في وجود انزيم الاميلاز او الالتيالين والبي اتش سبعة واربعة من عشرة يتكون عندنا سكر الملتوز اللي هو سكر سنائي عشان كده لو جينا قطعنا حتة تعيش صغيرة ايه مادة نشوية وبدأنا نحطها في الفم وعملنا على مضغها مضغ جيد هناشعور بطعم مسكر اه انت تقدر تعمل كده على فكر حتة تعيش فينو ونقطعها صغيرة ونحطها في الفم ونبدأ نمضغها كويس هنلاقيها على طول اتحولت ليه مادة ليها طعم مسكر ولذلك الاطفال البيبيهات الصغيرة اول ما بتبدأ تاكل بيجيبوا لها حت البطاطس صغيرة مهروسة مادة نشوية هي ويحطها في الفم يبدأ الطفل يحركها 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 هنا بقى ينشط الانزيم دوت اهو ويديها ويحولها الى مادة سكرية فالطفل يحب طعمها ويبلعها طيب البلعوم ده الانبوبة التي تليه على طول فتحة الفم وبيمتد منها انبوبتين يعني احنا دايما هنلاحظ كده زي مر الصورة قدامنا دايما هنلاحظ ان البلعوم متوصل عندنا اهو بانبوبتين انبوبة منهم هي انبوبة المريئة اللي تتبع الجهاز الهضمي والقنارة الهضمية وانبوبة تانية اللي اسمها القصبة الهوائية طيب يبقى البلعوم ده اصبح ممر مشترك بين الجهاز الهضمي وبين الجهاز التنفسي طب احنا الطعام عايزينه يمر للجهاز الهضمي ولا عايزينه يمر للجهاز التنفسي لأ طبعا يا مستر الطعام عايزينه يمر للجهاز الهضمي يبقى اثناء عملية البلع مطلوب من القصبة الهوائية اللي تتبع الجهاز التنفسي ان ترتفع لأعلى لوجود عضلة هنا بقى اسمها لسان المزمار تبدأ تقفل تجويف التنفس فيمر الطعام الى المريء اه دي شكل عضلة لسان المزمار في الجزء بتاعنا ده طب تمام معنا كده ان اثناء عملية البلع نركز كده بقى بيتم دفع الطعام لإيه لأسفل يقوم ترتفع القصبة الهوائية لإيه لأعلى اصبح هناك فعل منعكس هذا الفعل منصق بين الهضم وبين التنفس نقدر نستنتج من كده ان اثناء بلع الطعام يتوقف مرور الهواء لما نيجي نمسح بقى الشكل ده اهو علشان نشوف الجملة بتاعتنا الخاصة بيه عملية البلع هنلاقي ان اثناء بلع الطعام ترجع ترتفع القصبة الهوائية والحنجرة امام لسان المزمار فتغلق فتحتها ويمر الطعام إلى المريء نشوف الشكل الخاص بيه مرور الطعام في المريء عامل ازاي اهو المريء انبوبة تمتد بمحازاة العمود الفقر لاحظ بقى كده خلاص حصل البلع وبدأ يتحرك الطعام لاحظ ان انقبضاته والانبساطات بتاعة المريء الانبوبة الطويلة دي حتى يصل إلى المعدة موضع اتصال للمريء بالمعدة وهي عضلة حلقية علشان تديني بقى خطوات لمرور الطعام إلى المعدة ونتنقل لمرحلة تانية من مراحل الهضم وهي المعدة الهضم في الانسان بعد ما خلصنا الهضم في الفم بنبدأ نتكلم عن الهضم في المعدة المعدة يكيس عضلي منتفخ عنده موضع اتصال مع المريء في الجزء هنا بيطلق عليه اسم فتحة الفؤاد وعنده موضع اتصال للمعدة مع الامعاء اسمها فتحة البواب المعدة لها حالات خاصة من هضم المواد الغذائية فالمعدة زي ما قلنا هي كيس عضلي منتفخ بيبدأ بعضلة حلقية تحكم فيه فتحة اسمها فتحة الفؤاد تفصل المعدة عن المريء وبتنتهي ايضا بعضلة عاصرة تتحكم فيه فتحة في نهايتها اسمها فتحة البواب تفصل المعدة عن الامعاء الدقيقة افرزاتها بتفرز ما يطلق عليه اسم العصارة او العصير المعدي وده بقى بيتكون من ايه مية بنسبة 90% من العصير المعدي حمض الهيدروكولوريك HCL اللي بيجعل الوسط حمضي حمضي يعني B H هنا اصبحت اقل من سبع طيب ايه ال B H المناسبة والمثلة لعمل انزيمات المعدة بتكون من واحد ونص لاتنين ونص تمام بيترتب على كده بقى ان الوسط خلاص اصبح حمضي طيب هو مش كان فيه انزيم اسمه أميلاز كان بيعمل في الوسط القلوي اه يا مستر في الحالة دي عندما يصبح الوسط حمضي في المعدة يتوقف عمل انزيم الاميليز او الالتيالين اللي كان تم افرازه من الغدل اللعبية ويعمل ايضا على قتل القربات الضرة الدخل مع الطعام يعني برضو المعدة هنا والعصارة هنا لها دور مناعي في الجسم تمام يبقى بالاضافة الى وظيفة الهضم لها ايضا وظيفة مناعية في المعدة لازم نتعرف على وقت دخول الطعام يبدأ جدار المعدة في افراز حمض الهايدروكلوريك وافراز الحمض يعني تحويل انزيم البيبسينوجين الغير نشط الى انزيم نشط يخش على المادة البروتينية الداخلة الى المعدة ويعمل على تفتتها اه يبقى في خطوتين هنا تموا معايا اولا الـ HCL استطاع ان يحول انزيم البيبسينوجين الى النشط الى بيبسين نشط يستطيع اداء وظيفته طب هذا البيبسين خلاص اصبح بقى بيعمل في بي اتش اتفقنا من واحد ونص لغاية اتنين ونص دي البي اتش المسلى بتاعته يعمل على تحويل المواد البروتينية الى مركبات تسمى عديد البتايت انزيم البيبسين نتفرج عليه بقى بالتفصيل بيفرس في صورة غير ناشطة اسمها بيبسينوجين حتى لا يؤثر على جدار المعدة يبقى احنا لو احنا صايمين لو ما فيش طعام موجود في المعدة الانزيم مش هيهدم جدار المعدة طب ليه؟ لانه مفروض او مفرس في صورة دايما غير ناشطة الانزيم ده بقى بيفرس في صورة غير ناشطة تسمى بيبسينوجين يتحول بوسط حمض الـ HCL وفي بي اتش مناسبة ومسلة من واحد ونص لاتنين ونص فيتحول الى بيبسين ناشط هذا البيبسين الناشط يقدر يحل الماء البروتين طب نقدر نستنتج حاجة بقى ان في المعدة كان بيبدأ هضم المواد البروتينية امال في الفم كان بدأ هضم المواد النشوية تمام؟ ويتم تحولها عن طريق كسر الروابط بتاعتها اللي هي اسمها الروابط الببتدية ويحولها من سلاسل طويلة الى سلاسل قصيرة من مراكبات اسمها عديد الببتاية يبقى البروتين والمية في وجود انزيم البيبسين الناشط وفي وجود حمض الـ HCL يتحول الى مركب يسمى عديد الببتاية بدأ يتحرك الطعام اللي ممتازك بالعصارة المعيدية او العصير المعدي اللي لا يؤثر الا على المواد البروتينية فقط طيب يبقى مثلا لو قلنا هل يؤثر العصير المعدي على المواد الدهنية الدخلة مع الطعام؟ لا هل يؤثر العصير المعدي على المواد النشوية؟ لا طب مسترح احنا ما تكلمناش على المواد الدهنية لسه هنتكلم في مرحلة بعد كده لكن احنا تكلمنا عن هضم المواد النشوية اللي بيتم في الفم وتكلمنا على هضم المواد البروتينية اللي تم فيه المعدة طي اول معلومة كده صغير في المعدة ليه ليه ما بيتمش هضم المواد النشوية لعدة اسباب السبب الاولاني ان المعدة الوسط فيها وسط حمضي والوسط الحمضي يوقف عمل انزيم الاميليز اللي كان بيعمل فين بقى في الفم كمان العصارة المعدية لا تؤثر ابدا على بطانة المعدة يبقى انا لو تخيلت شكل المعدة بالمنظر بتاعنا ادي كيس العضل المنتفخ اهو وهنا ده موضع اتصال المريء بالمعدة فان بطانة المعدة لا تتأثر ابدا باي انزيمات خاصة بهضم البروتين طيب ليه بقى لسببه السبب الاولاني زي ما احنا قلنا ان البيبسينوجين يكون غير نشط فلا يؤثر على جدار المعدة كمان هناك مجموعة من الافرازات المخاطية الكسيفة على الجدار الداخلي للمعدة تحميها من تأثير العصارات الهاضمة لما بيمتزج الطعام بقى بالعصارة المعدية يبدأ يخرج منها عن طريق فتح اسمها فتحة البواب وهي موضع اتصال المعدة بالامعاء يبقى نتفرج بقى على الهضم في الامعاء الامعاء الدقيقة زي ما هو موضح قدامنا في الفيديو هي مجموعة من الالتواءات والسانيات الكتيرة اللي بتقدر تنقبض وتنبسط طيب تنقبض وتنبسط معنا كده ان في مصطر في عليها مجموعة من العضلات ايوه طب انت تقدر تتحكم في عضلات الامعاء الدقيقة بتاعتك لا يبقى عضلات جدار الامعاء عضلات لا ارادية وتكون ملساء ما اقدرش اتحكم فيها الامعاء الدقيقة زي ما قدامنا على الصورة هي امبوبة ملتفة تلي المعدة بتتكون من جزئين جزء في بدايتها اسمه الاثنى عشر وجزء في نهايتها اسمه الا فائفي طلها تمانية متر يعني انا لو فردت الامعاء الدقيقة دي تديني طول تمانية متر طب هو احنا طولنا تمانية متر ومالي ازاي الامعاء دي التمانية متر بتشغل الحيز الصغير عن طريق انها تلتف وتنسني على نفسها طب السنوات دي يا مستر ما هي ممكن تضغي لا ما ينفعش بسبب وجود غشاء اسمه المصاريقة النسيج ده هو اللي بيربط الامعاء دي ببعضها قطراء في بدايتها بيكون تلاتة ونص سانتي لان لسه الطعام بيكون عبارة عن جزئات اصغر اهي فين اصغر من اللي موجودة في المعدة طبعا بس في نهايتها بيكون الطعام جزء منه خلاص تحول لدقائق ابسط فالقطر بتاعة هيكون حوالي واحد ونربع سانتي بيفرز داخل الامعاء مجموعة من العصارات الهاضمة معنى كده هل الامعاء دي هي التي تفرزها لسه هنشوف اولا العصارة الصفروية بيعمل الكبد على افراز العصارة الصفروية على الغذاء اثناء مروره في الاثنى عشر طيب هل العصارة الصفروية فيها مجموعة من الانزيمات لا ما تحتويش على مجموعة انزيمات يبقى الطعام لا يستطيع الدخول للكبد ملوش ده هنخشش الكبد هو الطعام بياخد مصاره الطبيعي زي ما احنا قلنا بقى من الفم ثم للبلعوم ثم للمريء ثم للمعدة ثم للاسنى عشر في الامعاء الدقيقة ولا يطرق دي غدت بس ملحقة هذي العصارة الصفروية ليها دور في تحويل الدهون لو مسحتنا بقى الجزء ده كده هو وبدأت اشوف دورها تقدر تحول الدهون الى مستحلب دهون مما يعمل على تجزئة الحبيبات الكبيرة من الدهون لقطرات صغيرة فيسهل تأثير الانزيمات عليها ادي الدهون في وجود العصارة الصفروية التي يفرزها الكبد هنا ما فيش انزيمات بقى يقدر يتحول الى مستحلب دهون في الامعاء الدقيقة بيبدأ بقى الغدد الملحقة سواء كان الكبد او البنكرياس البنكرياس اللي عامل قدامنا زي ورقة الشجر ده هو واثناء مرور الطعام في الاثنى عشر في الجزء ده كده بيتم افراز العصارة البنكرياسية الله يبقى دي العصارة التانية يبقى اول عصارة كانت العصارة الصفروية ايه خارجت من الكبد وتم افرازها على الطعام المر في الاثنى عشر علشان تقدر تؤدي وظايف للهضم والتجزئة كويس في العصارة البنكرياسية اللي بيفرزها البنكرياس نفس القصة بتفرز منها البنكرياس على الغذاء في الاثنى عشر هنا بقى العصارة دي فيها مجموعة مواد وانزيمات هادمة منها مادة بيكربونات السوديوم طب دي عشان تعمل ايه علشان تجعل الوسط قلوي يبقى هنا عمل انزيم البيبسين اللي كان في المعدة هيستمر في الامعاء والله هيتوقف لا هيتوقف طبعا مستر ليه لان زي ما نفتكر كده انزيم البيبسين لا يعمل الا في وسط حمضي لكن مرور الطعام ووصول العصارة البنكرياسية على الطعام بما تحتوي من مادة بيكربونات السوديوم يوقف عمل انزيم البيبسين في الامعاء طيب لما يرجع الوسط قلوي تاني البي اتش هنا بقى التمانية احنا سمعنا كده بقى الوسط القلوي مرتين افكركم بالمرة الاولانية ايوة يا مستر الوسط القلوي في الفم كانت البي اتش بتاعته بتساوي 7.4 من 10 في الفم هذا البي اتش كان مناسب لعمل انزيم الاميليز الوسط لما اصبح قلوي توقف عمل انزيم البيبسين لانه لا يعمل الا في وسط حمدي وينشط انزيم الاميليز البنكرياسي يبقى انا كويسة هون انا فكرتكم عندي شكلين من انزيم الاميليز انزيم ااميليز في الفم انزيم ااميليز في الامعاء يفرز من العصارة البنكرياسي الاميليز البنكرياسي له نفس الدور يستطيع أن يحلل النشا والجيلايكوجين اللي هو النشا الحيواني إلى سكر سنائي اسمه سكر الملتوز يبقى نشا أو الجيلايكوجين مع وجود المية في حالة إنزيم الأميلز البنكرياسي والبي اتش طبعا كانت بتسوي 8 الوسط الحمدي يبدأ يديدي سكر الملتوز أو سكر الشعير الإنزيم رقم 3 اللي بيتم بقى والمادة رقم 3 في العصارة البنكرياسية هو إنزيم تريبسينوجين أنا سمعت كلمة جين قبل كده هل وجود كلمة جين مرتبط بإنه غير ناشط عندنا لغاية دلوقتي الجزئتين دولتها ببسينوجين بتاع المعدة والتريبسينوجين الخاص والذي تم إفرازه من العصارة البنكرياسية في الأمعاء أيضا يفرز في صورة غير ناشطة حتى لا يؤثر على جدار الأمعاء يبقى أنا لو سألت نفسي سؤال ليه بتفرز؟ بعض الإنزيمات في صورة غير ناشطة مثل إنزيم الببسين في المعدة يفرز في صورة غير ناشطة تريبسين في الأمعاء يفرز في صورة غير ناشطة طبعا الببسين بيبقى اسمه ببسينجين والتريبسين بيبقى اسمه تريبسينوجين اهو يفرز في صورة النشطة حتى لا يؤثر بقى على جدار القانال هضمية التريبسينوجين يتحول لصورة نشطة المرة دي بمساعدة انزيم بيفرز من الجدار الداخل امعاء يسمى الانتروكينيس الصورة النشطة للتريبسينوجين لسه لنا اهو اسمها التريبسين وده برضو بيحلل البروتين مائيا الى مركبات اقل شوية اسمه عديد البيبتايت يبقى كلا من بيبسين تريبسين ليهم دور في هضم وتحليل البروتين الى مركبات تسمى عاديد البيبتايت يبقى تريبسينوجين للنشط برضو على مرحلتين في حالة وجود مساعد انزيم الانتروكينيس حاولوا الى تريبسين نشط البروتين والمية في وجود التريبسين النشط وفي وجود الوسط القلوي يعمل على تحويله الى مركب اسمه عديد البيبتايت يبقى لو سألت ايه الفرق بقى مصدر هنا بين عمل انزيم البيبسين وعمل انزيم التريبسين هما الاتنين بيحللوا البروتين اه البيبسين يعمل في وسط حمضين اما التريبسين يعمل في وسط قلوي او قاعدي ما ننساش ان البيبسين هو الانزيم الوحيد الموجود في المعدة طب وفي الامعاء لا لغاية دلوقتي في الامعاء انا واخد كلا من انزيم الاميليز البنكرياسي واخد انزيم اسمه انزيم التريبسين من الوصارة البنكرياسية الانزيم الرابع من الانزيمات التي تفرزها او موجودة في العصارة البنكرياسية هو انزيم اللايبيز انزيم اللايبيز اهو اضفته كمان للمواد او الانزيمات اللي موجودة في العصارة البنكرياسية له القدرة على تحليل الدهون او المستحلة بالدهن احنا قلنا ايه الفرق اللي ما بينهم بقى ان الدهون دي بيصعب تأثير الانزيمات عليها لكن المستحلب الدهني اللي كان بيتأثر بوجود العصارة الصفراوية المستحلب الدهني يتأثر بالإنزيم الليبيز أسرع من الدهون نفسها فتتحول إلى أحماض دهني يوجل سريم طب عايز أعمل لنا بقى بإيدي أنا عشان أذاكر المعادلة اللي قبل دي زي دي كده بالظبط هاخد مثلا لو أنا عندي هنا دهون أو مستحلب دهني الفرق قولنا بينهم الدهون يصعب تأثير الإنزيمات عليه طب والمستحلب يسهل تأثير الإنزيمات عليه في وجود إنزيم الليبيز يعمل على تحويله إلى مجموعة من الأحماض الدهنية بالإضافة إلى الجليسرين كده في الأمعاء بقى عندي أكتر من إنزيم لأكتر من مادة في الأمعاء إنزيم الأميلاز خاص بتحليل النشا إنزيم التريبسين خاص بتحليل البروتين إنزيم الليبيز خاص بتحليل الدهون طب افتكروا معايا كده مين أول مادة كان بيتم هضمها في الفم أيو أنا سمعك بتقول أهو كانت المادة النشوية يبا دي أسرع مادة بيتم هضمها عشان كده دايما المواد النشوية والمواد السكرية هي مصادر سريعة للطاقة طيب يأتي بعد ذلك هضم البروتين بيتم في المعدة هضم جزئي ويكستكمل صورته في الأمعاء وآخر مادة بيتم هضمها هي الدهون أشوف في الأمعاء الدقيقة العصارة رقم ثلاثة وهي العصارة المعوية ودي بتفرز من خلايا خاصة على جدار الأمعاء الدقيقة الخلايا دي تطلع مجموعة من الإنزيمات خاصة بي تحويل بقى الصور إلى حالتها النهائية اللي الجسم هيدور على الاستفادة منها مجموعة إنزيمات خاصة بي هضم وتحليل بروتينات وعدة الببتايد والمواد السكرية فالعصارة المعوية بتفرز من خلايا خاصة في جدار الأمعاء الدقيقة فيها مجموعة من الإنزيمات اللي بتكمل عمل الإنزيمات السابقة ايه المجموعة دي؟ واحد مجموعة إنزيمات الببتدايز هي بقى اسمها تختص بالروابط الببتدية كل نوع منهم هيختص بتكسير نوع محدد من الروابط علشان يحصل في النهاية على مجموعة من الأحماض الأمينية فمثلا لما يكون عندي عديد الببتايد في وجود إنزيم الببتدايز يتم في وسط قلوي الحصول على أحماض أميني طيب أنا هكتب مع حضرتك كده جملة فقارك بيها وخلي بالنا منها كويس جدا إذن البروتين تم هضمه على مرحلتين مرحلة في المعدة بوسط إنزيم الببسين اللي كانت بي اتش من واحد ونص لاثنين ونص ومرحلة في الأمعاء كانت بوسط إنزيم التيربسين البي اتش بتاعته كانت ساعتها 8 فتكون مركب عديد الببتايد استمر دور العصارة المعاوية يكمل هذه الإنزيمات وحول عديد الببتايد في وجود الوسط القلوي إلى أحماض أميني يبقى نستخلص من كده إن البروتين بيتم هضمه على مرحلة مرحلة الأولى أحوله لعديد الببتايد مرحلة التانية بقى هكسر الروابط اللي موجودة في عديد الببتايد دي وأحصل على الأحماض الأميني يبقى لو أنا عندي شكل مبسط لكتلة من المواد البروتينية بالمنظر ده السلاسل طويلة من عديد الببتايد بيتم بوسطة الببسين والتيربسين تحولهم إلى سلاسل قصيرة أهو بس الشكل بتاعها بقى عامل إزاي جه بعد كده مجموعة إنزيمات الببتايد وبدأت تقصر الروابط دي فحصلنا في النهاية على مجموعة أحماض أمينية آه كده أصبحت قابلة للتحلل الماء بالإضافة إلى مجموعة إنزيمات محللة للسكر طب إحنا مش كنا قلنا إن في الفم كان بيتم تحويل النشا إلى سكر سنائي اسمه سكر الملتوز طب هي دي أبسط صورة بقى؟ لا ده أنا أبسط صورة من السكر السنائي لابد من الحصول على سكر أحادي طب مصدر احنا ما عندناش نوع واحد بس بالسكريات السنائية إحنا كنا درسين قبل كده إن أنا عندي أكتر من نوع من السكريات السنائية كل إنزيم من السكريات السنائية له إنزيم خاص به حتى يتم تحويله إلى سكريات أحدية أنا عندي بقى الإنزيمات المحللة للسكر إنزيم اسمه الملتوز يبقى ده خاص به سكر الملتوز إنزيم السكريز يبقى ده خاص بالسكروز إنزيم اللاكتاز يبقى ده خاص به سكر اللاكتوز فمثلا الملتوز اللي هو سكر الشعير في وجود إنزيم الملتوز يتحول إلى جزئين من الجلوكوز طيب يا مستر السكروز سكر الأصب يبقى خلاص قلناه بقى الأسماء الدرجة والشائعة الملتوز هو سكر الشعير السكروز هو سكر الأصب في وجود إنزيم سكريز يتحول إلى جزئ جلوكوز وجزئ فاركتوز وفاركتوز برضو سكر أحادي كمان سكر اللاكتوز سكر اللاكتوز ده هو سكر اللبن في وجود إنزيم اللاكتاز يتحول إلى جلوكوز وجالكتوز وأيضا الجالكتوز سكر أحادي إنزيم الانتروكينيز أنا سمعته مستر هو مش ده الإنزيم المساعد اللي بيحول التريبسينوجين الغير نشط إلى تريبسين نشط أيوة صح كان الكلام ده بيتم بمساعدة إنزيم الانتروكينيز معنى كده أن الانتروكينيز ما أثرش على أي مادة غزائية ولذلك إحنا بنقول أنه دوره غير مباشر يعني ملوش دور مباشر أوله هو فقط ينشط التريبسينوجين الغير نشط ويحوله إلى تريبسين نشط في عملية الامتصاص دي عملية عبور المواد الغزائية المهضومة بقى هنا فيه الشرط إنها كونت هضمت إلى الدم أو اللمف طيب أنا عارف الدم يطلع مين اللمف يا مستر الدم واللمف لتنين دولة اسمهم نسيج ضامعائي الدم هو نسيج ضام بيتكون من بلازمة تحتوى على قرات دم حمرة تحتوى على قرات دم بيضة بالإضافة إلى الصفايح الدموية وبتتحرك في الأوعية الدموية اللي هي أوعية الشرايين وأوعية الأوردة بالإضافة طبعاً للي بيربط بينهم اللي هي الشعيرات الدموية لكن اللمف بقى ده هو عبارة عن نسيج ضام برضو بيتكون من بلازمة برضو بالإضافة إلى قرات دم بيضاء فقط يبقى قادي الفرق بين النعين من المكونات الامتصاص معناه بقى إن المادة الغزائية بعد عملية الهضم تمر للدم فتتوزع على كل أجزاء الجسم أو تمر لللمف فتتوزع على كل أجزاء الجسم حسب نوع المادة الغزائية في التعريف ده هنلاحظ كده أن كلمة المهضومة هي الشرط لحدوث عملية الامتصاص يعني لا يتم الامتصاص إلا بعد عملية الهضم فنرتب كده بقى عندي الأول تغزية يليها عملية الهضم يليها عملية الامتصاص إذن عملية الامتصاص تتم بعد عملية الهضم بواسطة الخملات اللي موجودة في الأمعاء الدقيقة يبقى هتبقى وظيفة الخملة دي أنها تحصل على الغزاء المهضوم وتنقله للدم أو تنقله لللمف ويتوزع منه لكل أجزاء الجسم عرفنا الفرق بين الدم واللمف علشان نعرف كمان الدم بيتحرك داخل أوعية اسمها إيه واللمف داخل أوعية اسمها إيه نمسح الفرق ما بينهم كده علشان نتنقل لجزئية جديدة في الأمعاء الدقيقة بتعمل الخملات على انتصاص الغزاء المهضوم ويتم نقله طيب مين هي الخملة؟ الخملة هي مجموعة انحناءات وانسناءات موجودة على جدار اللفائفي طيب إحنا فاكرين مع بعض مين هو اللفائفي؟ أيوة هو الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة طيب الانحناء والانسناء دي شكلها عامل إزاي؟ أهو مجموعة انحناءات زي ما واضح عندنا في الصورة الانحناءات بداخلها دايما نوعين من الأوعية أوعية دموية تتمثل في شريين تتمثل في أوردة وبينهم شعيرات دموية بالإضافة إلى أوعية تختص بنقل سائل اللمف يبدأ من وعاء لبني وينتهي بوعاء لمفاوي يتنقل فيه الغزاء اللداب في سائل اللمف الخمالات موجودة على جدار اللفائفي اللي موجود في نهاية الأمعاء الدقيقة ولازم نبقى عارفين أن مساحة السطح الداخلي للأمعاء حوالي عشرة متر مربع مساحة جبيرة جدا بتعادل خمس أضعاف مساحة سطح جسم الإنسان الخمالات فيها كمان موجود مجموعة من الخميلات تزيد من مساحة الامتصاص يبقى أنا كده عرفت أن الخملة انحناء وانسناء في اللفائفي مساحة الأمعاء الدقيقة جدارها الداخلي طبعا حوالي عشرة متر مربع خمس أضعاف مساحة الجسم سطح الجسم بسبب وجود الخمالات هي دي اللي مزودة السطح بتاعها تركيب الخملة الخملة زي ما وضحت قدامنا هي هي عبارة عن طبقة طلائية بداخلها وعاء لبني لمفاوي الخط الأصفر اللي احنا شورنا عليه ده تحيط به مجموعة من الشعيرات الدموية كمان مجموعة من الخميلات الدقيقة وهي امتدادات دقيقة جدا للطبقة الطلائية وفكركم كده بالطبقة الطلائية هي مجموعة الخلال متراصة بجوار بعضها مفيش بنا مسافات لاحظ معايا كده على الصورة اللي قدامنا الجميلة دي ادي الطبقة او خلالة طلائية شوف الخلالة طلائية الجنبها تاني عامل ازاي مفيش مسافات تعمل كل من الخملة والخميلة على زيادة مساحة الامتصاص اه انا جسمي فعلا محتاج لأكبر مساحة ممكنة علشان تنتص أكبر قدر ممكن من الغذاء بعد هضمه الخملات زي مواضحة قدامنا هي في الصورة انحناءات كتيرة موجودة على الجدار الداخلي ليه اللفائفي كل منهم يوصل لهم الغذاء المهضوم تعمل لهم عملية انتصاص وتبدأ تاخد بقى الغذاء اللي اتهضم ده في منه جزء رايحة هوت على الاوعيات الدموية والشعيرات وفيه جزء رايحة على الاوعيات اللبنية ورايحة على الاوعيات اللينفاوية فنعرف من كده ان الغذاء بعد ما بيتم هضمه بيبدأ يتحرك في وعاين يقيم ما يتحرك في اوعية دموية يقيم ما يتحرك في اوعية لمفاوية بخاصية الانتشار الغشياء كلمة انتشار ها يعني لا يلزمه طاقة كلمة نقل ناشط يعني يلزمه طاقة يبقى لو انا بوضح كيف يتم انتصاص الغذاء المهضوم بوسطة الخملة هيتم بقى عن طريق يقيم الانتشار يقيم النقل الناشط امتى يحصل انتشار هو دا كاترة امتى يحصل انتشار يا مهندسين يحصل في حالة عدم احتياجنا للطاقة والنقل الناشط يبقى انا محتاج طاقة يبقى انا محتاج كمان وفرة من مركبات الاتب هي اللي بتنقل الطاقة بعد عملية الانتصاص عندي طريقين بقى لنقل الغذاء دوت لان انا عندي فيه سائلين بينقل الغذاء سائل اسمه الدم يبقى عندي طريق دموي وسائل اسمه اللمف يبقى عندي طريق لين فاوى في الطريق الدموي بيمر فيه دايما المية المحملة بالاملاح المعدنية احمد امينية سكريات احدية لاحظوا حاجة كل دولات بيدوبوا في المية عشان كده اتحركوا في الطريق الدموي بالاضافة برضو لبعض الفيتامينات اللي بيدوب في المية طب ويطلع عن فينا الطريق الدموي ده من اول الشعيرات الدموية اللي موجودة في الخملة يتم نقل الدم المحمل بالمية والاملاح والاحماض والسكريات للوريد البابي الكبدي اللي ينقلها بدوره للكبد مصار محدد ينقلها بدوره للوريد الكبدي اللي بيخرج من الكبد علشان يوصل للوريد الاوى في السفل فالقلب القلب يوزعه لكل اجزاء الجسم بقى عندي وردين شكل بعض وريد اسمه وريد بابي كبدي وريد اسمه وريد كبدي نعرف نقول الفرق بينهم اه الوريد البابي الكبدي ده هيبقى مكلف انه يحمل الدم المحمل بالغذاء المغضوم من الامعاء حيث وجود الشعيرات الدموية الى الكبد طب والوريد الكبد هيبقى مكلف بنقل كل الاجزاء دي لغاية القلب مرورا بالوريد الاوى في السفل طب والطريق التاني يا مستر هو الطريق اللي انفاول اللي هيبدأ دايما بمرور احماض دهنية وجلسرين وبعض الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون وما بتدوبش في المية زي اربع فيتامينات هم فيتامين ك اي دي اي طب ليه مستر دولت ما تحركوش مع الاوعية الدموية ليه ما تحركوش بداخل الاوعية الدموية مع سائل الدم باختصار لان تلك الفيتامينات تزوب في الدهون ولا تزوب في المية طب بيبدأ منين الطريق اللي انفاوي من اول الاوعية اللبنية اللي موجودة داخل الخملة الجزء ده كده بقى اللي احنا كنا رسمينه في رسمتنا اللي فاتت اهو يتوصل به وعاء لنفاوي الوعاء اللي انفاوي دوت هو احد اعضاء الجهاز اللي انفاوي اللي بدوره ينقله للوريد الاجواف العلوي برضو روحنا عند القلب علشان القلب يدخل كل اجزاء الجسم بترجع تمتص بقى مجموعة الخلايا الطلاقية اللي موجودة في الخملة قطرات الدهون اللي ما تحللتش طب هل كل الخلايا الطلاقية مصدر مسؤولة عن كده؟ لا مجموعة خاصة من تلك الخلايا مسؤولة عن امتصاص قطرات الدهون اللي ما تحللتش في المية بعملية اسمها البلعمة هسمي انا الخلايا دي باسم الخلايا البلعمية او الخلايا الطلاقية البلعمية يبقى اطلع كده بقى تعريف مهم مين هي عملية البلعمة؟ نقصد بيها امتصاص قطرات الدهون اللي ما تحللتش في المية تمثيل الغذائي او القيد الغذائي في عملية دي تمثيل الغذائي عملية مش جديدة علينا درسناها قبل كده في سنة أولى سنوي وهي عبارة عن مجموعة تفاعلات بايو كيميائية تحدث داخل الخلايا ومنها الهدم ومنها عملية البناء مهم جدا نعرف ترتيب حدوث العمليات في الجهاز الهدم نبدأ الأول بعملية التخزية يليها عملية الهضم على مراحل سواء كان هضم في الفم سواء كان هضم في المعدة سواء كان هضم في الأمعاء يليها حدوث عملية الامتصاص ثم في النهاية الاستفادة بقى من خلال عمليات التمثيل والأيد الغذائي في التمثيل الغذائي الجسم بيستفيد من المواد اللي اتهضمت وتم امتصاصها من خلال عمليتين حسب احتياج الجسم عملية اسمها الهدم هدم يعني تكسير هدم يعني تفتيت يعني كسر الروابط فالحصول على الطاقة بناء يعني اتحاد بناء يعني تكوين فنمو الجسم وتعويض الخلايا في عملية الهدم هي أكسدة المواد العضوية داخل الخلية للحصول على الطاقة اعمل الأكسدة دي جماعة بتتم عن طريق كسر الروابط انا كمان محتاج للأكسجين وذلك للحصول على الطاقة علشان يقدر الجسم يؤدي وظيفه الحيوية المختلفة اما في عملية البناء فهي تحويل المواد البسيطة الى مواد معقدة يعني هكوين روابط يعني هعمل مركبات اكبر تدخل في بناء ونمو وتركيب الجسم زي لما اعمل تحويل السكريات الاحدية النشا فيتم تخزينه على شكل جلايكوجين في الكبد والعضلات او حول الأحماض الدهنية والجليسرين الى دهنته اختازا تحت الجلد او يتم تحويل الأحماض الامينية الى بروتينات مختلفة بعد ما الجسم استفاد في الحصول على الطاقة في عملية الهد او في بناء ونمو خلايا الجسم واجزاء الجسم طبقى مجموعة من المواد الغذائية لم يتم هضمها طب هتفضل موجودة في الجسم لا نبدأ بقى نشوف كيف يتم التخلص من الفضلات بواسطة الأمعاء الغليزة هنلاحز ان الأمعاء الغليزة هي عبارة عن تلت أجزاء قولون صاعد قولون مستعرض قولون نازل يتجمع فيه الغذاء اللي ما تمش هضمه وبواسطة التحززات اللي موجودة هي من برة بيتم استخلاص الميا والأملاح فتتحول الفضلات دي المواد شبه صلبة المواد الشبه صلبة دهيت تبدأ بقى تتجمع فيه الأمعاء الغليزة حتى تكتمل الأمعاء بكل الفضلات اللي الجسم لازم خلاص يتخلص منها فيبدأ يحصل مجموعة تقلصات على المستقيم لاحز معي تاني هنا هو قادي القولون الصاعد وقادي المستعرض يبدأ المستقيم وهو يحصل له تقلصات فيتم التخلص من الفضلات خارج الجسم الأمعاء الغليزة هي بتتخلص من الفضلات على شكل مجموعة خطوات الأول كان بيتجمع الطعام اللي ما تمش هضمه في الأمعاء الغليز طب والطعام اللي تم هضمه تم امتصاص والجسم خد منه طاقته او يستخدمه في البناء بعد ذلك التحززات اللي موجودة في الأمعاء الغليزة سواء كانت التحززات اللي موجودة في القولون الصاعد او القولون المستعرض او القولون النازل بالشكل ده كده اهو يبدأ يتجمع فيها الفضلات وتتحرك من القولون الصاعد للمستعرض للقولون النازل ثم قولون تاني جزء تاني من القولون التحززات دي بتستخلص من الفضلات المية والأملاح زي ما قلنا في الفيديو اللي فات فيرجع تاني المية والأملاح للجسم اللي الجسم محتاجه وتتحول تلك الفضلات لمواد شبه صلبة المواد دي الجسم هيطردها مش محتاجها تاني بوسطة أنواع من البكتيريا تعمل على تعفن تلك الفضلات حتى لا يفكر الجسم حتى في استعادتها خلاص مواد غير مرغوبة الأمعاء بتفرز مادة مخاطية لكي تسهل مرورها خارج الجسم تمام؟ بعد ذلك تحدث مجموعة من التقلصات على جدار المستقيم وارتخاء العضلتين العصراتين آه يبقى فيه في نهاية المستقيم فيه هنا عضلة مهمة جدا اسمها العضلة العصرة دي تحمينا من خروج الفضلات من غير ما احنا ندرك العضلة العصرة هتتحكم في خروج الفضلات بمجرد ما يبدأ فيه ارتخاء للعضلتين العصراتين فيتم التخلص من الفضلات خارج الجسم وبكده نكون خلصنا الجزء الأخير من الدرس التالت وهو التغذية الغير ذاتية وإلى اللقاء في درس جديد